اسلام عليكم معكم خلاد راح من اسكيل بريدو اكشنز والنهاردة بديم لكم فيديو جديد من خلال الفيديو ده هتكلم معكم عن انا شخصيا ما كنتش ناوي ان انا عامل للعبة دي لان اللعبة دي صراحة كانت واقفة ضدي بشكل غريب جدا ان انا قادر ان انا اكملها اه دايما مشاكل تقنية اللي موجودة في اللعبة لاغلبكم سمع عنها في الفترة اللي فاتت من ناحية من ناحية اللعبة تقريبا دي الحاجة الوحيدة اللي ما اقدرش ان انا قلومها عليها ان انا عشان لازم العبها لازم اكون بستخدم ومش دايما بيشتغل بشكل ممكن اقول ان هو مستقر ودائما بيحصل بيعلة بشكل كبير جدا وانا بلعب فانا بصراحة اللعبة كان كل شوالا ما اجاب افتحها بتقفلني ان انا قادر اكملها فلاقيت نفس ان انا اساسا كده كده متأخر بشكل كبير عن انا اتناقش عن اللعبة وبالاضافة ان تقريبا معظمكم عارف حاجات كتير عن اللعبة دي وشاف ان اللعبة من الممكن تكون واحدة من اسوأ الالعاب اللي نزلت السنة دي من واحدة من اسوأ الالعاب اللي ممكن تكون نزلت في خلال الجيل الحالي بس الفكرة ان اللي خلاني ان انا اعمل الفيديو ده واتكلم عن اللعبة واتكلم عن حاجة معينة انتو اكيد اريينها في العنوان فوق ان مشكلة اللعبة دي ممكن تكون معايا من بعد لما انا خلاص مساحتها من على الجهاز عندي ممكن ما تكونش مشكلة الجليتشات او البجز الموجودة فيها او المشاكل التقنية الجانب ده كان اكتر جانب تسلط عليه الضوء في الفترة اللي فاتت وبدون ان الناس تحاول تركز اكتر على الجوانب تانية من ناحية التصميم بتاع فول اوت كلاعبة اه انا مش بقلل من المناقشات او بقلل من الهجوم اللي حصل على الجانب التقني وجانب مثلا ادارة الجودة والكلام ده لان فعلا اللعبة بتعاني بشكل كبير من مشاكل التقنية دي بس الفكرة انا عاوز اتناقش عن نقطة معينة اه تخص تصميم اللعبة كلعبة مفروض انها لعبة قبل ما اخش معكم في النقط اللي انا عاوز اتكلم عنها انا اولا كده عاوز اتكلمكم عن كزا حاجة يعني ممكن نجهز بيها للموضوع ده اولا انا كنت اتكلمت عن النقطة دي قبل كده في الفيديو ياتب بتاعت اسئلة والاجوبة لما قلت ان انا شخصيا اه فلسفة بتاعتي او المعايير بتاعتي في ان انا لما اجا بص لاي لعبة وانا برجعها ان انا بحاول بقدر امكان ان انا ابص لهدف المطور وهو بيقدم لي اللعبة دي هو عاوز يقدم ايه مش اللي انا عاوزه منه اه بنسبة كبيرة ببص للعبة بالشكل اللي انا قلت لكم عليه ده ان انا عاوز اشوف هو عاوز يقدم لي ايه بالزبط من خلال التجربة دي ايه فانا لما اجا بص لفكرة انك انت هتقدم لي لعبة فيها جانب والكلام ده انا ممكن اكون شخصيا مش حابب حاجة زي كده انا عاوز تجربة تكون مسلا زي اللي انا شفتها مسلا في الاجزاء اللي فاتت ولكن لما ببص لها بشكل موضوعي مفيش حاجة تمنع ان يكون في لعبة وحتى ممكن تتعامل بشكل كويس جدا لان اللعبة في الصراحة فيها طربة خصبة زي ما كان موجود في انك انت بتعملها اللعبة سانيا في بعض الالعاب اللي واحد ممكن يشوفها في خلال الفترة اللي فاتت اللي هي ممكن نقول اتقدمت بمشاكل تقنية وكانت الصراحة المشاكل دي بتعيق تماما انك انت تقدر تستمتع باللعبة وفيه امثلة للالعاب دي نزلت السنة دي زي مثلا او اللعبة مثلا زي او اللعبة زي الالعاب دي كان لها مشاكلها بس لما ايجا بص للأساس الالعاب دي مبنية عليه لان الاساس دات نفسه كويس الاساس دات نفسه مفوش مشاكل كتيرة ممكن يكون في بعض المشاكل بس اللي مش مضمراه ولو بعيدنا شوية عن الالعاب دي احنا عندنا في الفين واربعتاشر لعبة مثلا زي اللي انا شخصيا شايف ان لو اللعبة دي كانت نزلت بدون الجليتشات وبدون المستوى التقني الضائع اللي كان موجود فيها اعتقد ان الناس كانوا هيبصوا للعبة دي بشكل افضل او انها من ممكن تكون من احسن اجزاء انا اعتقد ان في ناس اساسا بيبصوا للعبة بالشكل ده في الوقت الحالي اه نفس الكلام برضو مع كانت برضو بتعاني بشكل كبير جدا من ازمة محتوى من ازمة اه بعض التفاصيل تخص اسلوب اللعب بتاعها لكن في الاساس بتاعها في فكرة في فكرة وفي تكنولوجي معمولة بشكل كويس جدا الامتاج العشوائي للمحتوى بتاع اللعبة نفسه فايه الغرض من المقدمة الطويلة اللي انا قلتها دي الغرض ان انا لما اجي بص اللعبة زي من كل الجوانب اللي انا اكلمتكم عنها هلاقي ان اللعبة مشاكل كتيرة جدا بتوجهني من ناحية تصميم اللعبة نفسها احنا عاوزين ندور الاول على ايه هو هدف اعتقد ان احنا ممكن نقسم الهدف بتاع اللعبة هو تقديم اربع تجارب في نفس الوقت التجربة الاولى لعبة بقاعة لقائد الحياة زي بعض الالعاب اللي هي اللي احنا شفناها في جانب زي مسلا راست الجانب التاني واعتقد ان اللعبة كانت بتبص له بشكل كبير جدا وهو انها هتبقى لعبة لوتر لعبة معتمدة على انك انت تقعد تلم في اسلحة والكلام ده بشكل اعلى وتخش في تحديات عالية والكلام ده زي مسلا ديابلو زي ديفيجن آآ اللعب مسلا زي العب دي منتشرة بشكل كبير في الوقت الحالي. تالت حاجة تجربة لعب بي في بي ان يكون في تجربة تنافسية شوية في اللعبة والتجربة دي ونجيب من الاخر عاملة زي بتاعت زي ديفيجن هنتكلم عن الموضوع ده بعد شوية. الرابع حاجة واخر حاجة تجربة اللي احنا ممكن كنا نشوفها في السلسلة وده من خلال كزا حاجة موجودة في اللعبة زي زي او زي الفكرة اللوزعية انك انت تشيل من اللعبة وتحط بدلهم آآ لا شيء. طيب دي الاربع الجوانب اللي انا شايف ان اللعبة بتحاول انها تقدمهم. وبكل صراحة ولا واحدة منهم بتتعاون مع الجوانب التانية ولا واحدة منهم متصنبة بشكل كويس جدا ولا واحدة منهم ممتعة. خالص. جانب البقاء على قائد الحياة في اللعبة دي كان متقسم لحاجات معينة زي انك انت ممكن تبني القاعدة خاصة بيك. وده جانب منقول قص لزق من فول اوت فور. ولكن بالكنترولز ممكن تكون اسوأ هنا. بعيدة عن الجانب ده البقاء على قائد الحياة في اللعبة في الاول هو كان في افكار على الورق ممكن تكون ظريفة. يعني مش اقول انها افكار جديدة. آآ في بعض الماضز عملت حاجة زي كده لفول اوت فور وفول اوت نيو فيجاس اعتقدوا كمان انك انت تجوع تعطش ان في امراض بتجيه لك كلام ده. آآ الموضوع هنا الى حد ما في الاول كان يخض اللي بيلعب انك انت لازم تعطي دير الحاجات دي بس مع الوقت انت بتقدر انك انت تلم الادوات وبتلم الحاجات اللي هي بتساعدك على انك انت تفضل يعني تواجه العطش والجوع والمرض بشكل كويس جدا. لكن اعتقد ان اللي خلى الجوانب بتاع تتبقى على قائد الحياة وانك انت تواجه المخاطر اللي موجودة في اللعبة كان من خلي الجوانب دي ممكن تكون ضعيفة جدا ومش ممتعة او مش بتخلي اللي بيلعب قادر ان هو يستثمر اهتمامه بها هو ذات نفسه. في اللعبة بالتحديد من اسوأ ما شفت. انا مش قادر افهم ازاي انك انت تقدر بتعمل كومبات اسوأ من فول اوت فور. فول اوت فور كومبات فيها كان عادي. لكن انك انت تعمل كومبات اسوأ منه دي حاجة انا شخصيا مش قادر اتفهمها. لان اولا لما انت بتيجي تمسك السلاح وتيجي تضرب على اي هدف قدامك الفيدباك اللي انت بتاخده من الضربات ذات نفسها سيء. انت ما بتحسش بانك انت فعلا بتستخدم اسلحة ممكن تكون بتسبب ضرر في اللي قدامك. والانيميشن ذات نفسها ممكن تكون ضعيفة ده غير ان التحكم ذات نفسه لما بيطلع عليك اعداد كبيرة جدا من الوحوش اللي بتقعد تجري وراك. التحكم مش حلو. التحكم مش سلس. وبيجي هنا بقى الحل اه الرهيب اللي هم عاملينه عشان تقدر انك انت تتغلب على المشكلة دي وهو كان موجود في الاجزاء اللي فاتت انك انت بتوقف الوقت وبتحدد منطقة معينة في جسم الشخص اللي قدامك. اللي هي بتكون ممكن تستقبل ضرر بشكل كبير. وبتستهدف للنقطة دي. هنا الموضوع عبارة عن اه بشكل ممكن يكون سخيف. بيدمر بشكل كبير جدا اندماجك. اللو في اندماج اصلا في اللعبة. فحاجة زي كده بتخسف بشكل كبير. فكرة انك انت في حالة بقالة قايد الحياة. انت مع الوقت الموضوع خلاص اللي هو هتضرب على اي حاجة ما بتعدي من قدامك. وخلاص. ولو انت بتعلي تقريبا في على ما اعتقد هتلاقي قدامك كتيرة جدا بتخلي الموضوع مع الوقت اللي هو فين بقاء على قايد الحياة. فين محاولة ان انا بدير استخدام الرصاص اللي معايا. فين حاجة زي كده مفيش خالص. نخرج بقى من الجانب ده. نخش على الجانب تاني اللي هو اللوتنج. اللوتنج انك انت تحاول يبقى عندك اسلحة افضل احسن اكتر واكتر مع الوقت. وهنا الجانب ده انا اعتقد ان البساز ده فاهمينه غلط. لو البساز ده فعلا عاوزين ان هما يخلوا في اللعبة دي جزء من تجربة العاب اللوتر. فانتوا فاهمين الهدف اللي المفروض بتقدموا الالعاب دي غلط. الموضوع هنا بيمشي بين انك انت بتحاول اللي بتخليك انك انت تعمل اسلحة جديدة. الاسلحة هنا نفس الاسلحة بتاعت الجزء الرابع في اغلبها. وطبعا يعني مع العلم ان احنا اتكلمنا من شوية عن قدي ان في اللعبة كان ضعيف جدا. فالاسلحة نفسها صراحة استخدامها وفقات بتاعتها نفسها ما كانتش الحاجة اللي فعلا تدي الدفع او تشجيع للواحد ان هو يفضل يمشي وراها. المشكلة نفسها ان في اللعبة ما فيش ادراك لسبب الوجود العاب زي وهو حتة البار فانتيسي. الفانتيسي اللي انت بتديها للشخص اللي بلعب بمجرد ان هو معاه حاجة قوية زيادة عند اللزوم وبتخليه قادر ان هو يتخطى تحديات صعبة. الموضوع ده انا هدلكم امثلة عليه من العاب معينة زي داستني على سبيل المثال. داستني لعبة بتعتمد على استخدامك لاسلحة معينة او معينة بتبقى فيها او بتبقى فيها مميزات وشكلها والفيدباك اللي بتدهولك وانت بتستخدمها بيخليك مستمتع بالسلاح ذات نفسه. ممكن نضرب مثال بسلاح زي كان موجود في الجزء الاولاني اللي هو مثلا. وده الساعات كانوا بيسعوا ان هم اكتر واكتر ويعيدوا المهمات بتاعت اللعبة عشان يوصلوا لاسلاح زي ده. وفي اسلاحة كتير جدا موجودة في اللعبة يعني مش السلاح ده بس. فمن السلاح ده بتيجي حتة اللي احنا بنتكلم عنها ان كون في حاجة في ايدك قوية جدا. انت مستمتع باستخدامها ومستمتع بانك انت تعيد في نفس المهمات عشان خاطر انك انت تستخدمه. لو هنبص الالعاب لوتر تانية زي على سبيل المثال او دي الالعاب اللي بتعتمد على انك انت بتجمع عشان انك انت تعمل لحاجة انت حاططها هدف قدامك. في اللعبة زي الوضع بيكون انك انت قدام معركة مع واحد بس. المعركة دي بتكون فيها مستوى ممكن نقول من الاسطورية شوية وانت كشخص صغير جدا قادر انك انت تتغلب على حاجة عاملة زي او حاجة عاملة زي التنين. فاللعبة قادرة انك برضو تدي لك بشكل كبير جدا انك انت قدرت تتغلب على الشيء ده. ولما بتاخد منه وبتقدر انك انت تعمل اسلحة او ومعمولة مسلا من جلده او عظمه. بتلاقي ان اللعبة بتنمي عندك اكتر واكتر حتة دي دي. فلما اجي ابص هل فول اوت سيميتي سيكس قدرت انها تقدم اي حاجة من حاجات اللي انا تكلمت عنها. للاسف برضو لأ. اللي اماشي بالنظام انا عاوزة ابقى اللوتر وبس وخلاص. مفيش ادراك خالص لايه فكرة اللوترز اصلا. تالت حاجة جانب في اللعبة. انا ممكن اختصر الكلام عن الجانب ده اللي هو اللي هو الجانب التنافسي في اللعبة. بنفس الغلطة اللي واعت فيها لعبة زي اول ما جات تنزل. لما اي حد كان بيحاول ان هو يتنافس مع اي شخص او يحاول ان هو يقتل شخص معين عشان يقدر ان هو ياخد معاه والكلام ده. كنا دايما بنبص للنظام الموجود في لعبة زي زي وبنسأل نفسنا سؤال هل كل الكلام اللي احنا ممكن نعمله من خلال بتاع اللعبة. هل ان انا هحط نفسي في الخطر ده آآ ليه لازمة? فدائما كنا بنلاقي ان الاجابة على حاجة زي كده? لا. هنا برضو نفس النظام. اللعبة عاملة حاجة ممكن تكون بتمنع بنسبة كبيرة ان اي حد ممكن ان هو يقدر يقتل اي حد بسهولة. في نظام معمول لحاجة زي كده. بس في الاخر لما بنيجي نبص مسلا لو اتنين اتنفسه مع بعض مع الشوتنج سيستم اللي موجود في اللعبة هنلاقي ان الموضوع مش متكافئ. اي حد هيجي تضرب عليه النار والمفروض ان هو يرد على الشخص التاني عشان يبتدوا ان هما يتنفسوا مع بعض. هيسأله نفسهم ميت مرة هل انا المواجهة اللي هحط نفسي فيها اللي انا عرضة فيها للموت دي مع كل الميكانيكس اللي ممكن تكون آآ بتقف ضد الشخص اللي بيلعب في اللعبة. هل اعتقد ان في اللعبة هنا آآ مش بهملوش اي لازمة. دعالوا بقى نروح للحاجة اللي ممكن نشوف فيها بعض المميزات على الورق آآ ولكن فيها قرارات ممكن تكون كارثية بالنسبة للعبة مفروض انها لعبة ار بي جي. انا شخصيا شايف ان التجربة اللي هما عاوزين يقدموها هنا من ناحية تصميم اللي انت بتشوفها وبتوقع تزود من خلالها وبتختاري اللي انت عاوزها من ناحية انك انت ماشي عكس اللي كان موجود في فول وده من خلال انك انت متقدرش تفتح كل لازم تكون محدد بالزبط انت عاوز تستخدم ايه? ونظام الصراحة كان نظام كويس بس طبعا بيعيبه العشوائية بتاعت انك انت كل مسلا انت بتعليه الكروت اللي بتطلع لك ذات نفسها مش محددة او عشوائية او انت بتختار بالزبط انت عاوز ايه? بس النظام لحد ما كان كويس. الموضوع ده بيقدي في الاخر ان بالفعل ممكن يكون في آآ ناس تقدر انها تعملها. انا حامل مسلا هعتمد فيها على او هعمل بلد باعتمد فيها على استخدام مسلا او بعمل بلد مسلا افيد بها الناس اللي معاها في التيم بيستغلال مسلا بتاعت الكارزما. ده الجانب انا الشخصين شايف ان هما لحد ما اشتغلوا عليه. بس برضو لما اجي ابص للجوانب التانية اللي المفروض حوالين الموجودة في اللعبة هلاقي ان مفيش برضو حاجة بتساعد الموضوع ده. احنا لسه متكلمين على من شوية عامل ازاي? لسه متكلمين على برضو ان هو رديق. والبي في اللعبة مش مجدي تماما انك انت هتدخله. وبييجي بقى بعد كده ادعين تصميم المهمات في اللعبة عامل زي تصميم الالعاب الايم ام او اللي كانت موجودة في النص الاول من الالفنات. ويخلينا نشوف ان المميزات تحت الاربي جي سيستم اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية ضائعة. لان سبق وانا اتكلمت عن الموضوع ده كتير قوي. في انت كان عندك مسلا نظام ونظام للمهمات بيكملوا بعض. انت ممكن تخش مهمة بتلاقي ان المهمة دي تقدر تخلصها باكتر من خمس طرق على حسب انت باني الشخصية بتاعتك ازاي? حتى لو كانت المهمة ممكن تكون عادية. بس طريقة انك انت تخلصها بتتأثر بانك انت باني شخصيتك ازاي دي كانت حاجة ممتازة. اه الموضوع بقى الاهم والاكبر في اللعبة هنا هو عدم وجود انا شخصيا نفسي افهم مين اللي فكر في حاجة زي كده. مين اللي شاف ان الفكرة دي فكرة حلوة? انا مش بتكلم عالتنفيذ. الفكرة ذات نفسها. فكرة انك انت متحطش في لعبة ار بي جي حتى لو لعبة ام او او ار بي جي. الموضوع الصراحة يعني من بداية الفكرة ذات نفسها من اساسها مش حلو. فكرة فشلة. وخلي بالكم انا مش بتكلم عن الناس اللي هما بقى بيعضوا يدولك مهمات والكلام ده. لان في روابطس موجودين في اللعبة بيعضوا يدولك مهمات بس انا لاتكلم عن الشخصيات اللي تخليك تهتم. هنا هنا شخصات مثلا زي او 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 الناس اللي كانوا موجودين في الاجزاء اللي فاتت اللي فعلا يخلوك انك انت مهتم بالعالم ده ومهتم بالاحداث اللي مرت او اللي انت هتمر بيها. هنا اللعبة بتقدم لك او بتقدم لك الاحداث ذات نفسها اللي انت مفروض بتلعبها بشكل بارد وما فيش اي نوع من الانواع انك انت تصير اهتمام الشخص اللي بيلعب. ان يكون فيه اي تخلي الشخص اللي بيرعب مهتم بالقصة مهتم بالعالم اللي موجود فيه. وفكرة انك انت هتعوض لي الناس دي بالناس اللي بيلعبوا معي اونلاين. يعني حد كان بيصدق نفسه هو بيقترح الفكرة دي. بجد. اه فانا هي التاني ان انا اقول العنوان اللي انا كتبه للفيديو ده. مشاكل اكبر بكتير من مجرد جليتشات. انا زي ما قلت لكم في الاول امثلة لبعض الالعاب اللي كان فيها جليتشات او فيها بعض المشاكل التقنية. لكن الاساس بتاعها لحد ما مقبول او ممكن يكون جيد. لكن الجليتشات مغيم عليه. هنا في انا شايف ان في حالة من الافلاس الابداعي اللي انا ما شفتش زيها في الجلدة. ولا بقى انا شخصيا يعني حتى وانا ما خلصتها انا مساحتها اساسا من الجهازة عندي لان انا شخصيا شايف ان ما فيش يعني داعي. ان انا اضيع وقتي مع لعبة زي دي في حين ان انا ممكن اضيع وقتي مثلا مع لعبة زي ياكوزا زيرو او بعض الالعاب الاندي اللي انا ما خلصتها زي مسلا اه ده افضل لي بكتير من ان انا قاضي قضي وقت مع لعبة زي دي. واللعبة طبعا كمجمل في الاخر وبتيجي تخليني خايف بشكل كبير جدا من الالعاب اللي جاية من مسازدة. الالعاب اللي هي تحديدا جاية منهم هما مش من الاستوديوهات التانية اللي تبعهم زي اد او اركين اللي هما انا شخصيا شايف ان هما الاستوديوهات اللي فعليا بيقوموا بشغلهم وبيشتغلوا صح وبيعرفوا ان هما يعبروا الالعاب بتاعتهم بشكل كويس. فالعاب عندنا زي جديدة او دي الالعاب فعلا انا الان بشكل كبير على مستويها اللي ممكن تظهر به من ناحية تصميمها كالعاب وكمان من ناحية مستوى الجودة بتاعتها لان الالعاب دي تقريبا هتستخدم نفس المحرك المعمولة بيه وده مع بعض التعديلات بس الاساس لسه موجود. محرك عافي عليه الزمن ومحرك فعلا لابد ان هما يتخلصوا منه. فبس ده اللي كان عندي عن اللعبة دي. وفعلا انا اللعبة دي اعتبرها من اسوأ التجارب اللي انا جربتها. وفعليا اللي ما شفتش لعبة بتحاول انها تتصارع معايا عشان ان انا اعرف اتقدم فيها او العب لي مسلا منها ساعتين تلاتة بدون ما يكون فيه اي مشاكل بتقابلني. فعموما اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب واانا اشوفكم في وديو جديد.